في الفيديو الأخير بعنوان الإسلام اختراع عباسي قال لي أحد المعلقين أنني إنسان مريض ولا أعرف سبب هذه التهمة لكن عموما أنا تسألت قلت هل أنا فعلا إنسان مريض طبعا هذا السؤال لا بد أن يسأل نفسه هل هو إنسان مريض لكن أن يقول لك آخر لأنك طرحت رأيا أنك إنسان مريض فهذا يعني أن هناك مشكلة داخل من يتهمك وليس من يتحدث ضده بالدليل أنك عندما تتهم الآخر بالمرض فبالضرورة أنت تشعر بأنك إنسانا في صحة ممتازة وهذا الأمر لا يمكن أن يكون صحيحا جميع البشر منذ أن يولدوا حتى أن يتوفاهم الله إن صحت العبارة هم لديهم خلل ما في منطقة ما لا يوجد إنسان كامل مكمل وإلا لما عانينا كل هذه المعاناة ولما احتجنا أن نتنفس حتى ولما احتجنا الأكسجين ولما احتجنا الغذاء لكي نقيم أودنا ونراعي صحتنا قدر الإمكان لكن دائما الإنسان يرتكب أشياء ليست بصالح جسده في هذا الفيديو أنا راح أحاول أرجع على حول موضوع القول بأن الإسلام اختراع الباس راح أرجع على بعض التعليقات وأوضح بعض الأمور منها أن هذا الشخص عندما قال لي أنت إنسان مريض قلت له حسنا أنا لا أوجد لي مشكلة لكن أطلب منك مشكورا أن تصف لي مرضي أن تقول لي ما هو المرض أولا وثانيا ما هي نصيحتك في الطريقة التي أتعالج بها من هذا المرض فبعد فترة أجابني وقال أن علاجك هو أن تراجع نفسك وتراجع حساباتك وتفكيرك وأن لم تتراجع فأنك عن أفكارك الغبية وبالتعبيره فقال أن الصمت هو أرحم لك ولنا من الفتنة فبالتالي هذا الجواب يوضح بأنه لا يشخص المرض إنما هناك شيء اسمه الفتنة هي التي تشغل باله وهذا يؤكد أن ردود من هذا النوع هو يقصد أن هناك مرض وفعلا هناك مرض وقال أنت إنسان مريض هو فعلا الإنسان الذي يعيش داخل القطيع ويجد إنسانا من داخل القطيع أو يعتبره من داخل القطيع فبالتالي هو القطيع الديني أو الدين هو الدين أو القطيع نفس الشيء عندي تعريف الدين هو هكذا فهذا يشعر بأنه هذا موجود إنسان مريض لأنه يخرج على القطيع ويعتبر هذا علامة خطر وتهدد مصير قطيع ووحدته وتماسكه وهذا كلام صحيح لكنه لا يدرك السبب الناس أنا بنسبة مطلقة يعني واحد بالمليون ممكن يؤرف الحقيقة الموضع لماذا هو يتهم الآخر بهذه الطريقة لأنه يشعر باللاوائي بأنه هناك شخص مختلف وهذا سيسبب إشكالات كبيرة فهو لا يعرف ما هو المرض وهذا هو المرض أنا أعترف بوجود مرض لديه وهو هذا المرض لكن ليس في نظري في نظر القطيع الديني أو القطيع الديني أو القطيع السياسي أو القطيع أي قطيع أيديولوجي لديه هذه الحساسية فبالتالي لا بد أن أعترف بأنني إنسان مريض بنظر الشخص الذي يعيش داخل قطيع لكنه بنظر نفسي أنا أجد نفسي سليما وأجد أن الآخرين عموما هم المرضى وأجد أن عليهم أن يتطببوا وأن يتشافوا وأن يبحثوا عن علاج والعلاج الصحيح هو في أن يفهموا واقعهم ويفهموا حساسيتهم من وجود ناس يخرجون على الجماعة أو يخرجون على القطيع ويسيرون في طريقهم الخاص هذا طبعا الأمر أنا لا أقول بأننا لا يجب أن نعيش أو نقاتل أو ندافع من أجل الجماعة لكنني أقول بأننا يجب أن نفهم واقعنا ونفهم طريقتنا بالتفكير والأشياء التي تثيرنا وتستفزنا دون أن نشعر الإنسان الذي داخل قطيع دائما يغذى باستمرار على ويهدد ويجري تخويفه من الخروج على القطيع بالحقيقة يقولون بأن الدين هو أصل الدين هو الخوف أنا لا أقول أنه ليس هو الخوف هو أصل الدين هو ليس الخوف من الإله مثلا أو من العقيدة أو من شيء التي تؤمن به لا هو الخوف من الخروج من الجماعة وليست مسألة مقدسة الخوف من الله ولا الخوف من العذاب ولا من الجحيم بالحقيقة هو الخوف من كسر أواصل الألاقة بينه وبين الفرد الفرد القطيعي والجماعة القطيعية التي تتبع مبادئ القطيع طبعا فكرة القطيع والدين هو فكرة الدولة نفسها الدولة دائما تشكل قطيع الشعب من الشعب يعني بالمعنى الحديث هناك شعب وهذا الشعب يوحد جهوده ويعتبر أنه هو أنه هناك مصالح أساسية يجب مراعاتها وعلى هذا الأساس تدخل الدول في حروب وخلافات كبيرة بينها وبين الدول الأخرى والتي بعبارة أخرى القطيع الكبير أو الجماعة الكبيرة التي توحدت واتفقت على أن يكون هناك مصير مشترك فيما بينها وأيضا على أن تتقاسم الثروات الموجودة في مكانها الجغرافي أو يعني أو مكتسباتها الثقافية والحضارية والاقتصادية والمالية والمادية فهذا يؤسس فكرة القطيع لكن علينا أن نفهم بأن بأن ما يجري هو مصدر هذا 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 الاعتقاد وهذا الاعتقاد الذي أصبح جزءا من السلوك ويتصرف زاءه الناس بشكل لا إرادي كما يفعل هذا الشخص قال لي أنت إنسان مريض هذا هو الاحساس بالانتماء للجماعة أو القطيع الديني هو دائما يوفر نوع من اليقين داخل الإنسان القطيعي هذا الإنسان قطيع يعتبر بأنه في أفضل حال وأن كل شيء بمتوفر لديه وأنه لن يحصل على أفضل مما هو عليه فبالتالي يعتبر أن أفكاره وآراءه ذكية وبالغة المهارة والحرفية والذكاء ويعني بشكل عام هو يعتبر أنه في حال أن ما لديه هو أفضل من الممكن وكل ما عليه أن أن يكون جديرا بهذا الدين أو العقيدة أو الجماعة ويحاول دائما أن يوضح لهم بأنه هو يقدر انتماء للجماعة وعلى استعداد للتضحية بكل شيء من أجلها هذا الإحساس لو من رد جميل إلى الجماعة التي تحتضن الإنسان حتى لو كانت هاي الجماعة وقائد هاي الجماعة يسيء لهالناس لكن في الحقيقة هو ما عنده حل آخر أي إنسان لأنه عندما يفكر بأنه هناك أشكالات كثيرة داخل الجماعة لكنه لا يجد حل لننسى كل إنسان لديه طاقاته الخاصة فهو يتغافل عن النقاط الضعف لكنه يفضل أن يبقى على حاله ويحاول أن يثبت حسن نيته وهذا هو فكرة الغفران الديني أنه دائماً الإنسان مقصر ويجب عليه أن يحاول أن يثبت حسن ولاء وأيضاً حسن العبادة فهي العبادة لمن؟ عبادة القطيع والذي هو يسمى الله يسمى بوذا يسمى أي دين يسمى هبل يسمى إيل يسمى يهوى أي تسمية كانت يسمى دولة أيضاً يسمى قانون فهذا دائماً يحاول أن يثبت الإنسان أنه على يعني على قدر المسؤولية ويستطيع أن يرد الجميع للآخرين ويدافع عن كل ما حصل وهذا طبعاً هذا الفعل لا ليس بسلبي لا أقول بأنه هذا الشيء سلبي لكنني أصف ما يجري بالعكس هذا الشيء هو اللي يحافظ على جماعة البشرية ويحافظ على البشر جميعاً واستطاعوا بسبب هذه الآلية بالتفكير والعمل والتعاون والإيثار والتنازل عن المصالح الخاصة لصالح الجماعة هذا هو اللي يجعل بالإمكان لإنسان أن يتطور وأن يصل إلى ما هو عليه حالياً لكن هذا لا يعني هنا المشكلة أن الإنسان عندما يتعلم ويتقولب على قضية واحدة وعلى فكرة واحدة يصبح مأسوراً لها وهنا تصبح الوسيلة هي الغاية والغاية ليست هي الوسيلة هذا صراعي الغاية الوسيلة في أي قضية تجد الإنسان يقتل نفسه حتى يحصل سيارة ويجمع الأموال لكن بعد ذلك يصبح المال هو الهدف وليس المال باعتبارها وسيلة لإنجاز وللحصول على قضايا يحتاجها كل إنسان وهكذا تحول السيارة إلى شكل من أشكال التفاخر والاعتزاز والمظهر يعني تعطي مظهر رتبة اجتماعية لصاحبها وهكذا أيضا المؤمن دعما يحاول أن أنت مظهر بإيمانه حتى لو كان بها جانب مزيف لكن مو مشكلة حتى رجل الدين ما عنده مشكلة قريبك حاول أن تدع الإيمان فالإيمان في القلوب لا أستطيع أن أدخل إلى قلبك لكنني أنا أكثر فيه بأنك تؤدي الفراعض وتؤدي ما عليك وتثبت حسن الولاء وليس البراء حسن الولاء وحسن البراء ممن لا ينتمي إلى الجماعة من أمثالي طبعا باعتباره أنا شخص متهم ولا ومريم بالعين جماعة فبالتالي يجب أن يوحد هذا الشخص لأنه مصدر خطر وهو فعلا مصدر خطر على هذا القطيع لأنه لا بد من الاعتراف أنت مصدر خطر لأنه هذا القطيع يرفض أي فكرة للحوار يرفض أي فكرة للتراجع يرفض أي فكرة لمراجعة القلايا والمواقف لأنه يشعر بأنه مجرد أي مراجعة راح تشتد قطيعا لأنه ستكون هناك عندما تنتشر الحرية أو فكرة الحرية داخل القطيع هذا علامة خطر كبيرة جدا وفعلا هذا كلام صحيح يعني لسه بالخطأ وعندما أنا آتي بأفكار حديثة أو مختلفة وأناقش القضايا التي هي بأغلبها غيبية واعتباطية ولا قيمة لها ولا معنى لها ويعني الكثير مثلا قضية الختال عندي حرقة تحدثت عن الختال ما لها علاقة هي مجرد أنه القطيع يثبت ولاءه ويسأل بصمة مشتركة بين أفراد القطيع أنه لكل مختونين وهذه علامتنا الفارقة هو يجي واحد يقول هي مسألة صحية يجي مسألة مسألة طبية وبها فوائد ما لها علاقة حتى بالصيغة الرسمية أنه هو علامة العهد بين إله وشعبه يعني بين إله الجماعة والجماعة نفسها إن جماعة نفسها تميز نفسها بهذه الطريقة هي قضية مجرد شكلية وأيضا إثبات ولاء الأفراد للقطيع فهي بعد ذلك يجون يفسرها فهي الأمور بهذه الطريقة تصبح الإحساس بالولاء للجماعة هو إحساس متافيزيقي إحساس غير قائم على العقل والمنطق قائم على الانفعال وعلى التعصب على العدوانية ويعزز العدوانية لهذا السبب شو بالدين هو دائما يعزز العدوانية الأفراد ويغديها الصحيح هو يقول لها الرحيم وغفور وما لذلك لكن هذه البروباقاندا العامة لأنه الدين أيضا يحتاج هذه البروباقاندا وهذه الشكل الدعائي لأنه هو ضمن جماعات متعددة وعلي أن يأخذ ويعطي ويتناقض أحيانا لأن الفكرة هي ليست التناقض وليس العقل وليس المنطق الفكرة هي أن أنت تحافظ على الجماعة بأي طريقة كانت فعندما يأتي العقل ويحاولون يقول لك له هذه مسألة ما لها علاقة بالعقل والدين هو العقل وهو العلم وهو ما على ذلك هيكونها جزء من اللعبة التي فيها يدافع القطيع أو رب القطيع أو ممثل القطيع عن جماعته بهذا الإسلوب التناقض هو جزء رئيسي من الدين لأنه الجزء رئيسي من الدين هو ممارسة السلطة والتحكم بالقطيع والحفاظ على الجماعة والحفاظ على الجماعة لا يتطلب عقلا إنما يتطلب مهارة وسياسة وتسيسا وتدميرا للذات الإنسانية الفردية لأنها مصدر خطر كبير أختم حول موضوع الإسلام اختراع عباسي حول هذا الفيديو أقول بأنه فكرة وجود لأنني لا أقول إن الإسلام ظهر في الفترة العباسية هناك بعض اللبس وفهم المخطوء أنا أقول بأن الإسلام ظهر واكتمل كدين في الفترة العباسية وكانت هناك حاجة لظهور هذا الدين ولولا الحركة الكبيرة الشديدة الفعالية والدأب يعني شديدة الدأب والحرص من قبل عشرات بل مئات الفقهاء والمحدثين وحتى الفلاسفة ونفكرين هؤلاء دأبوا على أن يصنعوا دينا متكاملا يستطيع أن يواجه الأديان والمذاهب الأخرى كانت هذه حاجة خطيرة وكبيرة ومهمة جدا وهذه الحاجة انتبه لها الخلفاء العباسيين على عكس الخلفاء الدولة الأموية هؤلاء كانوا يهتمون بالشعر ولا يهتمون لا يبايلون بالمحجثين والذين يرون حاجة النبي وما إلى ذلك كانوا بالعكس يوبخونهم ويطاردونهم ويعاقبونهم وهذا هو السبب الذي أدى إلى انهيار الدولة الأموية الدولة الأموية كانت دولة نوعا ما استعارت النموذج الروماني في الحكم والإداري لكنها لم تستعير النموذج الذي يوضح وجود دين وقاعدة دينية أيديولوجية عقائدية تميز هذه السلطة كان الهم الوحيد أو شبه الوحيد هو ممارس السلطة وهذا هو سبب انهيار الدولة الأموية على العكس عندما أجد الدولة العباسية لأنها كانت الذين قاموا بها هم أناس من غير العرب أو مسلم الخراساني وهذا مسلم يعني ذباح من يعني قاتل وسفاح أكبر أكثر من السفاح نفسه اللي هو أول خليفة عباسي فبالفكرة بدأت بدأت الاستعانة بالمحدثين والخلفاء قربوهم لهم وبعد ذلك بدأ يتشكل دين بمعنى الدين الدقيق هذا لا يعني أنني أقول بأنه لا يوجد حديث قبل الدولة العباسية أو الفترة العباسية ولا يوجد هناك مقاتل هناك أسماء كثيرة يعني هو نفس أبو حنيفة مواليد ثمانين مؤلف السيرة النبوية ما اسمه ابن أسحاق مواليد أيضا ثمانين وهو من أتباع التابعين يعني من تلاميذ التابعين اللي كانوا بعضهم يعني يعني رأى النبي فبالتالي يعني لا أقول أنني أن الإسلام العباسي ولا كما يقول بعض جماعة جماعة محاد إنارة وأيضا جماعة كوك وكرون صاحبة كتاب هاجريون هاجريزم فأنا أقول لا لا أقول هذا الشيء أقول أنه هناك موجود دين وهناك دين يعني بدرة دين بدرة دين موجودة لكنها لم تكن بالشكل الذي تستطيع أن تقول هناك دين وهذا هو سبب لي خلي أنه عدم موجود كلمة إسلام في ذلك الزمان لأن حتى الكلمة إسلام كانت رجراجة لم تكن واضحة وبدأت تأسيسها خاصة عندما سببنا سبعمية واثنين 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 أول ظهور لكلمة إسلام على نقوش قبة الصخرة وقبة الصخرة أيضا هي قامت على صخرة التي ليس أسرى بها الرسول إنما هي صخرة التي تشبه حجر الأسود في مكة هي فكرة الصخرة دائما أن هذا المكان الذي يعني يوجد فيه الإله ونفس الصخرة فكرة الصخرة أو الأنصاب التي نام في زمنها حسب الرواية التوراتية يعقوب وصحة وصب الزيت على هذه الصخرة وقال هذا هو بيت إيل أو الله بالمعنى الإسلامي الإيل هو الأعلى بالمعنى اليعقوب يعني هذه الرواية يفترض أن تكون زمنها ألف قبل الميلاد بداية ظهور اليهود وحتى قبلها على كل حال هي الفكرة أن نقول أن هناك الدين والإسلام بمعناه الذي نعرف الآن هو اختراع عباسي الإسلام هناك خطورة الموضوع الإسلام الذي ظهر في فترة الرسول وفترة الخلفاء الراشدين وحتى فترة الأموية أغلب فترات الدولة الأموية هو إسلام مختلف عن الإسلام الذي ورث لنا وكل شيء مختلف عن هذا الإسلام بالتالي هذا هو اللي يجعلنا نكتشف بأنه أقدم نص موثق هو القرآن نفسه مختلط القرآن دائما نجد تعارضات خطيرة وكبيرة جدا لا تعرف أحيانا المكة غير موجودة مثلا في القرآن قريش لا أحد يقول أن الرسول ولد من قريش لا أحد للقرآن لا يقول بأن محمد ظهر في مكة القرآن لا يقول بأن محمد من قريش القرآن لا يتحدث عن جزيرة العربية 3-4 الحديث يتحدث عن شعب بني إسرائيل وبني إسرائيل ويعقوب ويذكر موسى عشرات المرات ما ذكر بالمئة مرة ويذكر إيسا مواضيع وإشكالات التي يثيرها القرآن مختلفة تماما عن موضوع الجزيرة العربية فهنا تصبح الإشكالات خطيرة وكبيرة والآن لم تعد هذه المسألة يعني أنا أشترحها من عندي لا هي هكذا أصبحت مشكلة خطيرة جدا وأصبحت حقيقة راسخة أن الإسلام بالمترة فترة الرسول الكريم يختلف وبعد الخلفاء يختلف تماما عن الإسلام الذي نعرفه الآن وهذا الإسلام الذي نعرفه الآن تم صناعته في الفترة العباسية هذا الذي أقول هذا هو تفسير قولي بين الإسلام اختراع عباسي أنا لا ألفي وجود الإسلام قبل أو الدين أو بذور الإسلام في فترة الرسول الكريم ولا الخلفاء إنما أقول أنها ظهرة بمعناها الذي نعرفه الآن المكتمل الذي يصح أن نقول أنه دين منفصل في الفترة بدأت تشكل فترة عباسية بفضل ليس بفضل الأنبياء ولا جبرائيل ولا غيره إنما بفضل عشرات الفقهاء وفي مقدمتهم أبو حنيفة خاصة وابن حنبل أبو حنيفة أكثر والطبري بعد ذلك بتفسيره وأيضا الجشافي والأشعر بعد ذلك وهؤلاء وختم الموضوع والغزالي هذا بظهور الغزالي أصبح لدينا دين مكتمل ويصح أن يقول بأنه لديه أركانه وعقيدته هذا الذي أقوله وأتمنى أن لا أكون قد جرحت مشاعر القناة هي موجودة لمناقشة ولا أدعي بأن رأيه حاسمة ولا تناقش لا بالأكس أنا رجل أبحث وأحاول أن أنظر وأفهم ما يجري أو ما جرى في تاريخنا أو أفهم لماذا الناس ستطرف لماذا البعض يهاجموني ما الذي يدفعه لمهاجمتي مثل هذا الشخص اللي قال أنت مريض يعني أنا دفهم هذا ليش يقول أنت مريض أنا لست في معرض أنه أرد عليها بعنف وأقول له أنت مخطأ وأنا صح وأنا لا الموضوع ليس هكذا وأنا لست بمؤرخ ولا عالم يعني كما يتهمل بعضا من تكون أنت تتحدث بهذه الطريقة أنا لم أدعي شيئا أنا أنا أطرح عرائي فقط أنت لكنها ليس والموضوع أنا أطرح لك أفكار وتتقبلها أو ترفضها لا علاقة لك بمن أكون ولا ما أكون ولا ما هي خبراتي ومعارفي المهم هناك من يسمعني وأشكرهم على هذا وأرجو منهم أن يقولون يقوموني كما يقول عمر بن خطاب في يوم السقيفة أو عندما أبو بكر عندما تولى الحكم فأنا أقول أنا لم أتولى حكم أنا في قناتي وقناة خاصة لا أظهر في أماكن خارج القناة إلا نادرا جدا وبدعوات بسيطة وعابرة من بعض الأصدقاء فقط وغير مكان ما عندي مكان آخر فعين أذهب يعني ماذا تريد من عندي يعني فالذي يقول أنت من تكون ولماذا تتحدث وليس لديك مصادر ما هي مصادرك ما عندي مصادر أنا أنا أقرأ وأطرح لكم أنا لست في محاضرة جامعية حتى في المحاضرة الجامعية ما يطيك مصادر محاضرة جامعية أنا في لقاء محر معكم أتحدث ولست مطالبا لم أؤلف كتابا حتى بعد ذلك طالبني بالمصادر سأقدم هذا بعد ذلك عندما أجمع كلها الفيديوهات رح أجمع المخطوطات اللي كتبت بها وأشوف مصادرها وأضيفها في النهاية وإضافة لهذا من لديه ما أعرفه والطلاع جيد لا يحتاج هذه المصادر يفهمني فورا بدون أي إشكال شكرا جزيلا وعسفة ومع السلام